سلام عليكم أهلاً وسلام القدس وسلام الله عليكم ثم سلام القدس لكم ولنا جميعاً ويشرفني أن أشارك في هذا المنتدى الممهور باسم القدس كلما تم الحديث عن القدس كلما أحسسنا بالانتماء وبالعزة والكرامة وخصوصاً في هذه المرحلة التي تحول فيها الصراع إلى نوع من الندية والإحساس بالقوة التي كنا نفتقر إليها والتنسيق المشرك الذي لم يكن حاصلاً كما هو حاصل اليوم أتفق مع الأخ الكريم الذي قال أنه ليست أمريكا ضعيفة ولكننا صرنا أقوياء أيضاً ولكن أيضاً أتفق مع الزملاء الذين قالوا بضعفها من منطق ضعف الباطل ضعف الإجراءات أو الوحشية أو الإجرام وأن القوة التي يمتلكها الآن محور المقاومة ليست قوة مادية فقط هي أيضاً قوة معنوية قوة الحق قوة ظلمية قوة الموقف الصحيح الذي يقف فيه جميع الأحرار في العالم وعلى رأس محور المقاومة صحيح سوريا قلعة من قلعة المقاومة نعم ولكن لا بد من عمل تكاملي لن تستطيع سوريا وحدها مع كل التقدير لما بذلته وأفشلت فيه المقطط والمؤامرة على القضية المركزية للأمم عبر سوريا منذ 2011 لكن أيضاً العراق، اليمن، إيران، لبنان، فلسطين والمقاومة الفلسطينية وطفان الأقصى وهذا التجلل المبهر لأهلنا في غزة وفي فلسطين وفي فلسطين يشعرنا بأننا فعلاً محور واحد وقضية واحدة وأمة واحدة ونحن ننتمي إلى هذه الأمة بشكل اليوم يدعونا للفخر بعد أن كان يبقى فينا جلد الذات والإحساس بالمهانة يعني تعرفون ذلك بشكل جريء اليوم واختلطت المعادلة واليمن بفتوتي وبقيادتي الفتية المؤمنة الصادقة سطأ أيضاً أن يسجل حضوراً لم يكن متوقعاً له قبل الـ 2014 أنا لن أطيل لك لدي مشاركة بسيطة عن القدس شعرية كتبتها في فترات متفاوطة نعم، فضلي شكراً لكم في القدس تنبت زهرة الثوار قرب قذيفتين في القدس تحتاج القيامة حائط المسر لتمتلك اليقين في القدس يكبر حلمنا ويشب بين قصيدتين في القدس طاف يطوف طوفان وشعب صابر في القدس أقصانا وأقصى المؤمنين في القدس آخر موعد في القدس أول ركعة في القدس أولى القبلتين في القدس سر محبة بين الكنيسة والقباب بين الشهيدة والتراب بين السؤال وبين نبض السائلين في القدس تنكشف العمالة والخديعة ويخيب فعل القاتلين في القدس تزدهر البطولة والحقيقة ولسوف ننصر أهلها ولسوف ينهزم الكمين في القدس درب مقدسي فيه يستمع الحنين إلى الحنين ويقود أقصانا المعارك كلها ويضيء درب الثائرين في القدس سوف يعيد أقصانا الهوية والقضية ويعيد بالطوفان ترتيب السنين شكرا